النهاردة يمكن بدأ موضوع يمكن انفرض دفسه بشكل كبير جدا على الساحة القروية وخاصة السوشيال ميديا خلال يمكن الساعات القليلة عندنا لاعب ناشئ رامز حفظ الله رامز ده طبعا بيلعب في فريق ميلوال ده الإنجليزي ده فريق في القسم الثاني في إنجلترا بيحتلل المركز السابع دلوقتي في هذه المسابقة خلينا أكلمكم أن طبعا هذا اللاعب والده مصري ووالدته إنجليزية المشكلة اللي حصلت أو مش مشكلة طبعا الكابتن ربيع بيتابع زي احنا الكابتن ربيع بيخش معنا دايما المداخلات بيدور في كل لو ما كانش في عنحق مصر بيدور كمان على المحترفين لبرا كل الولاد اللي ممكن يفيدوه في الفترة اللي جاية مع منتخب الشباب وفي أكتوبر اللي فات الكابتن ربيع طلب من مسؤولي اللجنة الخماسية إنه بيعاته جواب استدعاء أو جواب استضافة لهذا اللاعب للانضمام لمنتخب الشباب لإجراء بعض التدريبات مع الفرقة يخش في مباراة ودية الكابتن ربيع ياسين يتعرب بالشكل مباشر على هذا اللاعب من خلال الملع المشكلة اللي حصلت إن الاتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية فعلا بعد جواب استدعاء مسميمة بين قسين كده للعيبة المحترفة بيكون جواب اسمه جواب استدعاء بيتطلب فيه اللاعب إنه يكون موجود في مصر كل ده كويس المشكلة اللي حصلت أو الغير منطقي بالنسبة لنا كلنا وكان شيء أعتقد مفاجأة للجميع إنه كمان هذا الجواب كان بيقول تعالى أنت هتحمل تذكرة الطيارة والإقامة وأكلك وشربك علشان عايزين نشوفك إذا كنت تنفع تلعب أو تتواجد مع منتخب الشباب ولا لا خلينا أتكلم إن الجزئية دي جزئية أنبروفيشنال جزئية غير محترفة بالمرة بالمرة وخليني برضو أخد معاك جزئية تانية إن هذا اللاعب كمان انضم إلى منتخب الشباب المغربي ليه انضم لمنتخب الشباب المغربي وما راحش منتخب مصر هنا لإن الأسلوب والتعامل مع هذا اللاعب كان أنبروفيشنال على مستوى رديء جدا جدا من الاحترافية الطبيعي جدا أنك تستدعي لاعب إنك بتبعت لواحد أنت متمثل فيه خير هيكون إضافة لمنتخب مصر ومنتخب الشباب ممكن يكون إضافة في المستقبل لمنتخب مصر الأول هذه الصيغة وهذا التعامل مع اللاعب أعتقد كان شيء رزيل جدا على المقابل المنتخب المغربي بيبعت بروفيشنال لتر بتكلم اتفضل حضرتك تكون متواجد مع منتخب الشباب المغربي قامتك تذكرك طبعا على حساب الاتحاد المغربي كل الأمور الاحترافية ماشية بشكل استريكت وديريكت وبالتالي اللاعب طبعا شاف الجزئية دي اختار المنتخب المغربي وانضم لمنتخب الشباب المغربي النقطة برضو اللي عايزة أتكلمك فيها سهام الشكل كمان يعني إحنا تقريبا الله أعلم أنا كان ليا تجربة مع منتخب الأولومبي كان فيه لعب طبعا استيفان شعراوي كان بيلعب في جينوى الإيطالي يعني أنا توجهت لي وصفرت له وكلمت مع والده وكلمت مع والديته وفي الآخر طبعا هو اختار المنتخب الإيطالي نتيجة أنه هو ما كانش متواجد في مصر وما بتكلمش عربي باستمرار باستمرار لكن خلينا نتكلم في الجزئية دي وان شاء الله كابني الربيع يكون ممكن يتواجد معنا النقش فيها إن الجواب ده غير احترافي بالمرة إن حتى شكلنا على مستوى يعني الاتحاد الإنجليزي لما يلاقي جواب من الاتحاد أو من لجنة الخمسية بهذا الإسلوب وهذه العدم الاحترافية حتى في استدعاء اللاعبين فأعتقد ده شيء يعني شيء مؤسف للأسف